شوف يا صديقي العسل في أحد الأيام كنت تصفح برامج تواصل اجتماعي وطحت على هذا المقطع كان فيه شخصين يتكلمون مع بعض فواحد منهم قال للثاني عبارة كانت جدا جدا جميلة قال له حياتك الأخرى تبدأ عندما تدرك أنك لا تملك إلا واحدة يعني ممكن ممكن تحتاج شرح شوي ممكن يقول لك بمجرد ما تدرك في يوم من الأيام أن أصلا أنت ما عندك إلا حياة وحدة بكذا تكون بدأت حياتك الأخرى يعني أنك تتغير فعلا تتغير عندك القيم والمفاهيم والاهتمامات وتبدأ تركز على إسعاد نفسك أكثر اقتباس كان جدا رهيب استخدمت فترة من العمر لأكتشف مؤخرا أنه عنوان لكتاب الكتاب اللي ألفته رافايل جيوردانو وكان سردها رواي طبعا في الكتاب ولكن في رسائل عظيمة ومعاني جدا عميقة طبعا هي حصل لها حدث خلاها تألف هذا الكتاب أو خلنا نقول حصل لها حدث خلاها تدرك أنها لا تملك إلا هذه الحياة فبدأت حياتها الأخرى اللي تسميها هي حياة أكثر سعادة فجهز كوب قهوة محترم واشترك في القناة وفعل الجرس وخلنا ندخل في تفاصيل هذا الكتاب السلام عليكم ورحمة الله أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين معك خوكناصر العقيل تشرفنا يا جميل من أكثر التجارب اللي تأثر على حياة الشخص اللي تعتبر تقريبا خلنا نقول نقلة أو مثلا قفزة أو منعطف في الحياة يعني فيه أشخاص تقابلهم يقول لك أنا صار لي موقف غير حياتي موقف واحد كده قبله كنت شخص وبعده كنت شخص ثاني فتختلف المواقف من شخص لشخص فممكن تكون حتى أنت حصلك موقف غير حياتك من بعده وموقفك يكون خاص فيك جدا من أكثر الأشياء اللي ممكن تصيروا تغير حياة الشخص يا صديقي العسل هي تجربة اسمها تجربة الاقتراب من الموت في ناس يعني يصير لهم مثلا حادث جدا جدا شنيع ففعلا يكونون على شفى حفرة من الموت أو يكونون شافوه يعني حنا أحيانا صير لنا مواقف نقول فعلا شفت الموت فبعض الأشخاص يأثر فيهم هذا الموقف ويتحولون تماما يبدأ يركز أنه والله مثلا في قيمة العائلتة في قيمة الأصدقاء في قيمة الصحة في قيمة للنعم الكثيرة اللي هي محيطة حولها هذه من المواقف اللي تعتبر منعطفات في الحياة طبعا أنت تقدر تقرأ كتب وتستمع لي حلقات وثائقيات ومقابلات عن أشخاص جارفوا على الموت وكيف أنه هذه التجربة غيرت حياتهم اسمها تجربة الاقتراب من الموت فالحمد الله الله يحطنا في هذا الموقف بعضنا أو كثير مننا ما عمره عاش هذه التجربة فأنت عاد افتح باب الخيال وتخيل أنه لا سمح الله حصلت لك كذا مشكلة خلتك طريح الفراش لمدة ثلاثة شهور شتة شهور أو حتى سنة ولكن ما رح نعتبرها غيبوبة وكأنك غائب عن الوعي لا رح نعتبر أنك أنت واعي ومدرك بكل شيء يصير حولك ولكنك عاجز عن الحركة والتحدث والتواصل تماما يلا تخيل شفت لعبة أمانغس اللي كنا نلعبها لما واحدة من الشخصيات يتم إقصائها صير أنت كذا عايش في الخريطة في الماب تشوف كل شيء قاعد يصير حولك وتشوف الناس يتواصلون مع بعضهم وانت ما تقدر تتواصل مع العالم الخارجي تماما فحط نفسك في هذا الموقف وتخيل أن هذا الوضع استمر سنة وممكن ما تحط في بالك سيناريو مؤلمي لهذا الحد وممكن تقول والله يرتكبت مثلا جرم وانسجنت في السجن الانفرادي لمدة سنة لا أتواصل مع أحد ولا أتكلم مع أحد ولا في أحد يزورني ولا أقدر أكلم أهلي ولا أصدقائي ولا الناس اللي أحبهم تماما فلما تحط نفسك في هذا السيناريو يا عسل تبدأ غالبا تدرك كثير 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 من النعم اللي موجودة حولنا على فكرة إحنا لما مرت علينا الجائحة في ناس كثير حست بنعمة أنه يكون عندك القدرة أنك تطلع وتدق سلف وتروح تتقاوف كافي عادي تخيل صار الكافي اللي عند البيت اللي ممكن حتى أنت تقول وين أروح للكافي هذا لا خاني أروح للكافي اللي يبعد عني 20 كيلو أو اللي في المكان والمنطقة الفلانية وفي فترة الجائحة صرت تشوف الكافي هذا اللي أنت مستحكرة نعمة كبيرة وعظيمة جدا يا رجل حتى في ناس صاروا مبسوطين ومرحوا السوبر ماركت والبقالة ليش؟ لأنه صار في حظر تجول وفقدنا كثير من الإمكانات وكثير من النعم اللي كن نحن عايشينها ممتاز؟ ممتاز فوش اللي حصل للكاتبة؟ تبدأ المؤلفة هذه الرواية بقصة ضطلتها كاميل تقولوا أن في أحد الأيام كاميل كانت تسوق سيارتها وكان فيه زحمة والأجواء كانت ممطرة ونوعا ما عاصفة فحاولت تتجنب الزحمة وتدخل في طريق فرعي طبعا هي كانت تستخدم الخرائط فادخلت هذا الزقاق وبعد فترة انقطعت الشبكة ما فيه تغطية في هذاك المكان فصارت ميه عارف الطريق وين بيوديها لأن الشارع مظلم فميه عارف السكة دي وين بتوديها اللي حصل لما كملت يا صديقي العسل أنها انحرفت فيها السيارة واصطدم راسها وفقدت الوعي صارت لها حادثة بسيطة يعني فلما صحت حاولت تتصل على الطوارئ لكن ما فيه تغطية فدورت مكان ممكن تتصل فيه على الطوارئ لقى في بيت وطقت عليهم الباب ففتح لها شخص اسمه كلود يعيش في هذا المنزل هو زوجته فاحتضنوها واهتموا فيها وحاولوا يعطونها الإسعافات الأولية فبعد ما تعالجت واستراحت كذا فجلست السولف معهم ولعلها بدت تتناقش مع كلود عن حياتها فتخيل يا صديقي العسل لأنها كانت تشتكي منيش كانت تشتكي وتقولها أنا عندي في حياتي كل شي مكتمل للدرجة اللي أفقدني لحياتي المعنى يعني صار معج في شي حمسني كل شي موجود ما في شي أسعى من أجله ودخلت في دوامة روتين فقال لها أنت تعانين من شي اسمه داء الروتين الحاد قالوا اللي فيها يكون الشخص يفقد الحافظ وتمر عليه دورات من الكآبة أو خنسميها اللامبالاة يعني يصير معج هو مهتم حتى في أكثر أشياء اللي هو يحبها وتصير في هذه الحالة فقدان للسعادة تصير الشخص من الصعب على أنه يسعد نفسه بالرغم من أنه موجود عنده كل شي كيف يا صديقي العسل بعيدا عن أنها رواية وبعيدا عن أنه ما في مرض اسم مداء الروتين الحاد أوكي؟ طبعا هذا كله تمهيد للنصائح اللي هو بيعطيه إياها الجميلة ولكن كلامه بهذه النقطة فعلا صحيح لما تقرأ عن الدوبامين شوي رح تعرف أنه الدوبامين له آلية يشتغل فيها فلما يوصل الشخص لمرحلة أنه كل شي في الحياة يقدر يحققه يعني حرفيا كل شي يبغاه يقدر ينال عليه مو شرط يكون شي مادي حتى لو كان شي معنوي فعلا الإنسان يفقد الشغف والحافز لأن الدوبامين بنزين الحياة فعشان كده نسمع عن كثير من الأثرياء اللي وصلوا لمرحلة الاكتئاب بل بعضهم أنهى حياته حرفيا لأنه فقد الشعور بالشغف صار كل شي يبغاه يقدر يحققه وغالبا يصاب فيه المشاهير جدا 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 اللي هم مو بس مشاهير فقط وأثرياء بل فاحشيه ترى فكلامه حقيقي حلوين فلما هو شرح لها الوضع هذا قامت يسئلته قالت أنت وش عرفك بالكلام ذا كله قال لها أنا شخص ريتونولوجي قالت لها دانجليزي يا مرسي قال لها أيوة أنا ريتونولوجي ومعناته شخص باحث في موضوع الروتين ومهمتي هي أني أعالج داء الروتين الحاد وأساعد الأشخاص المصابين فيه أنهم يستعيدون المعنى لحياتهم أو للناس اللي ما عندهم معنى لحياتهم أساعدهم يلقون معنى لهذه الحالة فمن هنا يا صديقي العسل بدأت رحلة كاميل مع كلوت وبدأ يعطيها هذه التمرينات طبعا التمرينات عددها عشر تمرينات لكن عشان ما أطيل عليك يا صديقي العسل الجرعة رح نتناول أهم التمرينات منها طبعا للأمانة خاني يكون معك سريح وواضح كالعادة يعني في بعض التمرينات أنا مش مقتنع فيها فبالتالي رح أسوي لها سكيب ممكن أن تشتري الكتاب وتقرأها أنا عندي يا صديقي العسل نزعة مادية قوية بصراحة يعني خاني يكون معك سريح لما إنسان يفضل الفيزي على الرياضيات بالضبط هو أنا اللي أحب الفيزي على الرياضيات يعني يحبه بذنينهم لكن نزعتي مادية فيعني يعني طبعا أنا مش أستنقص من هذا العلم أبدا ولكني أعترف برضو أني جاهل فيه كثيرا ممكن لأني جاهل فيه قاعد عاديه والإنسان عدو ما يجهل ممكن لكن مثلا لما تيجي تقول أنت عندك يا ناصر هل من الطاقة تحتاج تعدلها بتوكيدات إيجابية هذا الكلام أنا بالنسبة لي ما يمشي إلى هذا اللحظة يعني إلى هذا اليوم اللي قعد تصور فيه الحلقة الكلام هذا بالنسبة لي لا يمشي حلوة لا يمشي بالفصحة فبالتالي أخذت من النصائح اللي أرى أن تطبيقها على أرض الواقع والحقيقة موجود وسهل التطبيق حلوين حلوين فخلنا نبدأ بالنصيحة الأولى النصيحة الأولى يا طويل العمر هي زي الديتوكس أنت تبغى تسوي أيش؟ تنظيف بس مش تنظيف تنظيف يعني زي ما نسمع ومنتشر في السوشل ميديا منخوز عبلات لا أنا أتكلم عن تنظيف كأنك تفضل كأنه يكون في موضوع بخاطرك وتتكلم عنه كثير وفعلا يخف بعد ما تتكلم عنه وتفضل أنا في السعودية نقول تفضل فتقدروا تعلمنا أنت في التعليقات بلهجتكم وشو ممكن تقول الشاهد تقول هي أنه أول تمرين أعطانيها هو قال لي اكتبي كل ما يشعرك بالضيق في ورقة كل الأشياء اللي ضائقك قم يكتبيها على الورقة واكتبي كثير وعبري بمنتهى الشرية اطلقي العنان تبغين تسبي نسبي تبغين تنتقدين انتقدي تبغين تتكلمين بكلام جارح تكلمي بكلام جارح طلعي كل المشاعر كأنك قاعدت تتكلمين فعلا ولكن بالضروري تكتبينها على ورقة قالوا بعد كذا اجمعي هذه الأوراق ممكن تستمر طبعا الكتابة يوم 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 ثلاثة أيام سبوع شهر عادي لكن بعد ما تحسين أنك طلعت كل شيء في خاطرك خذي هذه الأوراق وارميها في النار احرقيها قال وبحرقها كأنك تخلصت منها طبعا هذه التصرفات يا صديقي العسل مو بمعنات أنها قاعدة أو قانون فعلا إذا أنت كتبتك المشاعرك السلبية ورحت حرقتها معناتها فعلا ستحترق احنا ما عايشين في أفلام وهمية لا ولكن لها تأثير إيجابي فعلا يعني أعطيك مثال فنشوف على سبيل المثال لقطات في الأفلام لشخصين تفارقوا فيقوم أحد الأطراف يجمع الأغراض المختصة بشريك حياة اللي انفصل عنه وعشان يمحي كل ذكرى مرتبطة فيه يقوم يحرقها إذا فيه مثلا هدية قد هداها أياما قبل جابها ورمها في النار ويحرقها إذا فيه مثلا دفتر يوميات كانوا يكتبون فيه أهم الأحداث وأجمل الأحداث في حياتهم ياخر الدفتر هذا يعني ويرميه ويحرقه ولا أبغى أذكره وعادة تقيس ممكن تكون حتى هدايا عبارة عن ساعات أو إكسسوارات أو ملابس يقومون يرمونها في النار ويحرقونها هما لما يحرقونها مش فعلا يكونون تخلصوا من الذاكرة أو من العواطف فعلا فعلا في بعض الناس يأثر فيها هذا الشيء بشكل جدا إيجابي ويحسسهم أنهم فعلا تخلصوا من هذا الشيء لكن أنا بقول لك شيء بغض النظر عن الأشياء اللي خنقول سايكولوجية أو نفسية ففعلا التخلص من الذكريات أو من الأشياء اللي تثير الذكريات هو أمر فعلا فعلا حقيقي يعني تخيل معي أنه في شخص من أصدقائك مثلا اختلفت انتويا وخلاص انتهت بينكم العلاقة أو لا سمح الله توفى لا سمح الله وموجود في جوالك مئات الصور لهذا الشخص وانت تشارك معه أجمل اللحظات في ناس لما تتابع هذه الصور تتأثر سلبيا مش كل الناس بعض الأشخاص لما يتابعون صور شخص ميت يتأثرون نفسيا فهذه مثيرات لتلك العواطف شو تسوي تكون تحذفها من الجوال أو على الأقل تحتفظ فيها في مكان صعب الوصول له وضحت ما تكون موجودة دائما عندك هذا بالضبط هو التمرين فاكتب واكتب كثير والأخصاء النفسانيين يأكدون على الأثر النفسي للكتابة مش الكتابة والحرق لا أنا أتكلم عن الكتابة فعلا اكتب كل ما هو يزعجك وكل شي في حياتك تعتقد أنه سلبي اكتبه ممتاز؟ واحرق وإذا عندك أغراض قاعدة تصير عندك ذكريات مؤلمة برضو احرقها أو تخلص منها ليس لأن تخليق تحرقها بالنار يعني ممكن تشققها وممكن ترميها وممكن ترميها وتتخلص منها أي أن كانت تتلفها الأشياء هذه تتخلص منها هذا الجزء الأول من التمرين الجزء الثاني هو أنك تكتب في ورقة بس ما رح تحرقها هذه المرة الأشياء اللي مو عاجبتك في الحياة وتحط لها خطة الخطة هذه يا صديق العسل هو أنك تصحح فيها هذه الأمور على سبيل المثال ممكن تعرف أنه في حياتك بعض الأشخاص مسببين أزمة مزعجينك مقلقينك يجيبون لك الهم كلما تكون أنت مبسوطهم يدخلوا للتعاسى في حياتك فبالتالي تقول فلان وفلان هذولي مصدر إزعاج في حياتي لازم أتخلص منهم حلوين؟ حلوين ممكن يكون مزعجك مثلا أنه معاجبك شكل جسمك زي هي أنا حرفيا معاجبني فتقوم تحط خطة إما أنك مثلا زي تبغى تبحث عن وزن وتبني كتلة عضلية ممتازة أو أنك إنسان تبغى تخسر وزن فتقول الوزن الزائد مزعجني تحط كده مليون دائرة عليه تبدأ تحط له خطة خطة للتخلص من هذا الوزن ممكن يكون مضايقك عمل ممكن يكون مضايقك روتين معين أي شي حتى لو إن شاء الله ديكور غربه حط خطة أنك تغير هذا الشي اللي هو مضايقك هذا الشق الثاني من التمرين واللي أشوفه جدا جميل وأحسه يا أخي تطبيقي على أرض الواقع يعني أنا تعجبني الأشياء اللي فيها أفعال أكثر من أقوال حرفيا ولا أستنقص من الأقوال ما أستنقص من الأقوال ولكني أفضل الأفعال فعندك أشياء ضايقتك في الحياة سجلها وحط لك خطة أنك تتخلص منها ممكن تتخلص كل شهر من حاجة أو كل شهرين أو كل نص سنة فعادي ممكن تدخل سنة جديدة وتقول كل السنة هذه هدفي أن يتخلص من هذا الشي حتى لو كان عادة سلبية مداما ضايقك تحط لخطة أنك تتخلص منها حلوين حلوين هذا التمرين الأول هذا التمرين ممكن أخبط لك فيه تمرينين ثلاثة أو حتى أربعة ممكن ممكن على حسب الاستراد يا صديقي العسل أنت عارفني أفتح الكاميرا وقرقل بما أننا نتخلص من الأشياء المزعجة خلنا نحين نتركز على أشياء الجميلة والإيجابية وهنا خلنا نتكلم عن شيء اسمه الامتنان نوعا ما يعني طبعا هو ما كتبت المؤلفة نصا في روايتها على أنه الامتنان لكن أنا من وجهة نظره وفعلا يجسد الامتنان طبعا سالفة الامتنان للأمانة يعني مؤخرا في السوشيال ميديا قاعد تمر عليه كثير أسمع في ناس الامتنان الامتنان وقرأ تغريدات عن الامتنان واشوف مقاطع يوتيوب ومقاطع تيك توك ومقاطع ريز الامتنان الامتنان يجب أن تمتن ابدأ يومك بالامتنان ولني عارفهم واش كاد ينسولفون عنه أنا فاهم واشه الامتنان حرفيا وعارف كيف أنك تكون ممتن بس ما نفاهم أنه في ناس تحتاج تقول لها ابدأ يومك بامتنان يعني نجسدها على أنها الشكر أوكي ليس الحمد لا الشكر فيه فرق بين الحمد والشكر فيه فرق بين الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب وفيه فرق بين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنا أمتالي فخلنا نتكلم عن الشكر حلو ما أدري هو أنا يعني بس من يومي صغير يعني وهذا الشيء موجود فيني هل هو نتاج تربية هل هي طبيعة بشرية ما أدري ولكن طول عمري أركز على الأشياء اللي فعلا فعلا أكون ممتن أنها موجودة في حياتي حتى في أحلك وأصعب مراحل عمري يعني مثلا على سبيل المثال لو بتذكر فترات طفولتي فترات طفولتي كانت جدا جدا مو جدا جدا ما أبغى بالغ بس كانت جدا كارثية يعني مش يعني لا كارثية حرفيا يعني يعني تخيل على سبيل المثال أنك تدرس الصف الثاني الابتدائي في ثلاث مدارس كل مدرسة في منطقة من مناطق المملكة يعني أنت بستوعب مش في ثلاث مدارس بختلفة والله في الرياض بس لا 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 مدرسة في الشرقية ومدرسة في الرياض ومدرسة في الغربية أنت بستوعب؟ طبعا وما خفي أك كان أعظم عموما لكن كان في أحلك الأوقات حتى في ذيك الأيام كانت عيني تشوف الأشياء اللي أنا أحبها صحيح متألم من جوانب كثيرة في حياتي ولكن يوميا فعلا كنت أفكر وأدف نفسي نحو الأشياء الحلوة في حياتي ما أدري ليش يعني فكنت مبسوط أن أمي دائما موجودة عندي كنت مبسوط أن عندي أخوي اللي دائما ألعب معاه والطاق معاه برضو كنت مبسوط أني مثلا سريع فعلا أنا كنت سريع أتوقع ولا أزال مدري مزمان مركض كنت مبسوط أني كان عندي بلاي ستيشن كنت مبسوط أني على الأقل أقدر أتابع في لم كرتون أحيانا يعني مش كثير كنت مبسوط أني كان عندي لعبة أنا أحبها أو حتى تشيرت أنا ألبسها أحبها أنت مستوعب يعني أدق أدق التفاصيل اللي جدا جدا عادية كانت تشعرني بالسعادة فاستمر هذا الحال معاي دائما وأنا والله الحمد ما أنكر أن حياتي مع تقدم العمر كانت دائما تتقدم للأفضل وهذا شيء أعجز عن شكر الله عليه ولكن طول عمري مستمر على هذه العادة فبالتالي لما كانوا يقولون في السوشال ميديا أبدأ يومك بالامتنان بأكثر الأشياء الجميلة اللي موجودة في حياتك كنت أنا أقول وهل هذا الشي يحتاج إلى تذكير؟ يعني هل من الطبيعي أنه الإنسان يحتاج يتذكر أنه والله بأتم صحة وعافية وهذه نعمة كبيرة يكفي أنه بصحة وعافية يكفي بس يكفي فقط أنه إنسان ما يحتاج أحد يأكله ولا يقومه ولا يمشي ولا يدخل في دورة المياه حرقيا أليس هذا كافي أنك تكون الحمد لله ممتن لأنه مو بس ممتن أنه أنت عندك نعمة الصحة أو أنه ما في أحد يقومك ويأكلك ويمشيك لا النعمة هو أنه يكون بدنك سليم ومعافى في أشياء كثيرة تترتب على هذا الأمر كثيرة لا تعد ولا تحصى يعني على سبيل المثال يعني مثلاً لما تقول بدني سليم ومعافى وخالي من الأمراض والكامل مثلاً وجه الله سبحانه وتعالى هذا يعطيني الفرصة أني ممكن أحسن من جودة حياتي يعطيني الفرصة أني ممكن أشتغل في مجالات كثيرة وإلى الله الحمد يعطيني الفرصة أني ممكن أمارس رياضة معينة وحافظ على صحتي عن طريق ممارسة رياضة يعطيني الأفضلية أني ممكن أتزوج زواج طبيعي لأنه على سبيل المثال يعني أنا أعطيك مثال بس أنت تعرف أنه في حالات مرضية كبيرة جداً تؤثر على حتى وضعك الاجتماعي يعني مثلاً تؤثر على أنه والله نسبة زواجك تقل مثلاً من راح يقبل فيك وانت كذا وهذا أمر طبيعي ما في أحد يقدر يوقي اللوم على أنه الناس تبحث عن كل ما هو طبيعي هذا طبيعي جداً ومن النبل أنه فيه مثلاً بنت تقبل بشخص قد يكون مصاب بشي معين ومن النبل أيضاً أنه يكون فيه رجل يتزوج بأمرأة فيها مشكلة معينة يعني أنا طحت على حساب في ظاهر من التك توك وأنا من النادر لأدخل التك توك بس سبحان الله الحمد لله أني في هذه الأشياء الجميلة في التك توك اللي هي التعلق في الذاكرة الحمد لله لكن الحمد لله أني كل ما دخلت التك توك يعلق في الذاكرة فقط الجيد منه يعني الحمد لله لكن عموماً فعلاً طحت على الحساب كان عبارة عن وحدة نسوي هذا الحساب وفيها تقريباً نصبي تمام؟ فاقد الحركة بالجزء السفلي من بدنها ومتزوجة بشخص كانت دائماً تصور مقاطعهم يعني لما يشيلها من السيارة ويحطها في السيارة ويركبها العربية ويوديها وفي الأماكن العالمة وفي كل مكان وهي تقول هذا أسعد شيء حصل لي في الحياة فعلاً لأنه من النبل إنه قبل إنه يعيش في شخص قد يكون ممارسة الحياة ليست بالشكل الطبيعي زي لما يتزوج بأي شخص آخر مستوعب؟ وبرضه والله تذكرت موقف ثاني في أمريكا عايد العموماً بعدين بعدين أعطيك السالف هذه يا صديقي العسا خلنا نركز في المهم المهم هو أنه فقط نعمة مثل نعمة الصحة والعافية في البدن هذه تخذيك تقول الحمد لله أغيرها وغير من وضعي فالحمد لله ألف وفعلاً ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنامت علي يعني اجبرني إني أشكر نعمتك هذه هذه واحدة من المواع الامتنان فما بالك عاد لما كنت أنت محاط وأنا بالتأكيد أعرف أنك محاط في زحام من النعم لما تقول أنا معافى في بدني وأهلي حولي قد يكونون صح ناقصين فاقد للأب أو فاقد للأم أو حتى لك ليهما وهذا من النادر ولكن ممكن يكون عندك أخ ممكن يكون عندك أخت عندك عم وعمة خال وخالة عندك أهل عندك أصدقاء عندك ناس حتى لو كان شخص واحد يهتم لأمرك وحريص عليك هذه من الأشياء التي تحمد ربي عليها يعني واحدة من الأشياء خلني أرطيك واحدة من الأشياء وأنا أبيك تعذرني على هذا المثال صدق صدق لكن والله إني دائماً يعني تشكل عندي عادة دائماً أشعر بهذا الشعور وأحس بالامتنان فيه وإني يومي صغير لما الله يكرمك أقضي حاجتي والحمد لله أطلع بشكل سليم والله يا صديقي العسل أن يقول الحمد لله على هذه النعمة الناس تقول دعاء الخروج من الخلاء وأنا أقول لا طلعت الحمد لله على هذه النعمة لأني أعرف أنه مر علي في حياتي شخص واحد عانى من أنه ما يقدر يقضي حاجته تخيل أنت به المطاف ميتاً طبعاً وكانت واحدة من أقربائي فهذه نعمة نعمة لا تقدر بثمن والله سبحانه وتعالي يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني مهما عديت لن تستطيع أن تحصيها وعاد يلا أبغاك بس تتخيل شكلك بس تتخيل أنك هب قمت من النوم فاقد للبصر مش العافية البدنية كاملة لا فاقد البصر بس يا عمي لش أنا أودك للبصر وعيشك حياتي بظلمة خلني أعطيك مثال خليه ينجرح أصبعك الإبهام ما تقدر تستخدمها أو تحترق يدك اليسار ولا تقدر تستخدمها والله يا صديقي العساية تجارب تصير لي أنا دائم لما تقطع يدي بالسكين ولا يصير لي شي فعلا أحس بنعمة الإبهام خلني أوصف لك يا ها أحتاج أوصف لك ما ليش في الجوال هذا اللي بيدي الإبهام هو لي خلينا استخدمها تم استوعب؟ إبهام إبهام نعمة عظيمة وكبيرة ولا تقدر بثمن فوش فائدة الانتنان؟ أنا علمك يقتل كل مصادر التفكير السلبي والإيجابي الشخص اللي يقوم دائما يبدأ يومه بالانتنان بمثل هذه النعم ويتفكر بكل هذه النعم اللي محيطة فيه صدقني يدفع هذا التفكير الإيجابي للأفضل يعني شفت لما يقوم شخص يقول الحمد لله عندي وظيفة إن شاء الله لو راتبها أربع ألاف بس عندي وظيفة طبعا أربع ألاف ريال أو درهم يعني ألف دولار يقول الحمد لله عندي وظيفة الحمد لله غيري مبلاغي كيف يدخل مئة ريال أو مئة درهم في اليوم الحمد لله هذه الوظيفة أقدر أطور نفسي فيها أو منها أصنع التغيير بالله كيف هذا الشخص بيستمر بمزاولة يومه هل ممكن يفكر التفكير سلبي ولا بيعطيه دافع للتحسين للأفضل لا وعلى فكرة خلني أعطيك واحدة من أكثر الأشياء اللي كنت أشوف خفاه لي يعني أهلي أنا كنت دايما أقول لك إنهم أصنفهم على حد الفقر بل الفقرة يعني صراحة وأنا أتكلم عن أهل أمي هنا تخيل يا صديق العسل كل ما نقص عليهم شيء ولا صارت لهم مصيبة ما أشوف جزاء هذا صدق صدي كنت أشوف جدتي أمي وخالاتي واللي كنت أعايش معهم أنا في البيت أنا كنت أعايش بيت جدي أنا أقول أمي منفصلين فكنت ألاحظ هذا الشيء غريبين لما تحصل مصيبة كبيرة يحمدون الله زيادة يبدون يفكرون في النعم الثانية أكثر والله العظيم هذا السلوك اللي تربيت عليه في البيئة اللي كانت موجودة حولي فنشأ عندي حتى طريقة التفكير دي وهذا اللي أنا أبغى وصدق من المصيبة أو المعاناة مثل ما قال مارك مانسون في كتاب فن الله مبالاة المعاناة هي الدافع نحو التحسين الأفضل يعني لما تصير لك مشكلة في شيء تدفعك أنك تحسن وضعك عشان تتخلص من هذه المشكلة بعد الله أكيد بفضل الله أولاً وأخيراً وظاهراً وباطناً هذا التفكير هو اللي وصلني اللي وصلت فيه اليوم أنه ما كان عجبني حالي لأن ما عجبني ما صخطت لا يلا شد حيلك حسنة غيرة انتعى الموضوع فتقول الحمد لله أنها صارت لي مشكلة أنا في الوظيفة خلتني أبدأ محتوى على اليوتيوب فعلاً هذا اللي حصل فلما أرجع تذكر وضعي في الوظيفة وإني فعلاً كنت مظلوم فترة طويلة أقول الحمد لله هذاك الظلم وصلني اللي أنا فيه اليوم حرفياً هذا هو الامتنان يا صديقي الجميل تخيل لما يكون عندك الامتنان عادة متبرمجة عندك في عقلك اللاواعي من أول ما تصحى لين تنام ما تفكر إلا في الأشياء الجميلة في حياتك حتى لو اعترضك عارض مؤلم زي العارض اللي مر علي أنا قبل شهرين توفت فيه جدتي الله يرحمها اللي كانت هي السبب الأقوى في كل هذه العقلية الإيجابية في كل ذاك البيت الله يتغمدها بواسع رحمته حتى في أحلك الأيام اللي حنا نمر فيها كانت دائماً تقول الحمد لله طول عمرنا طيبين طول عمرنا متعافين طول عمرنا سعيدين يعني الأيام اللي قاعدين نعيشها المحزنة هذه بتعدي بإذن الله هذا هو الامتنان طبعاً أنا ما أبغى الامتنان بس يكون عبارة عن كلام لا خله ينتج فعل خله يتحول إلى تطبيق على أرض الواقع امتنان حقيقي فعلاً مو بس قولاً فهمتني يا صديقي العسل ومن هنا على سبيل المثال لما تدرك قدر النعمة تصير ما ترمي حبة الرز وأنا لما سافرت اندونيسيا رجعت إنسان ثاني شفت الجوع عرفت أني بنعمة فصار من قوانين الأكل عندي أن صحني يكون طالي طبعاً إلا إلا ما ندر يعني من النادر جداً اليوم يقوم صحني مافضة فهذه واحدة من إيش؟ من نتائج الامتنان فقط ومثل ما كانت تقول جدتي الله يرحمها الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال فهذه قد تكون نقطة محورية جداً 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 هذا تمرين أنا أمتكد أني خبطت فيه ممكن تمرينين أو ثلاثة الآن خلنا ننتقل على اللي بعده وخلني أسميه يا صديق العسل تمرين المرآة ما رح أطولك في التفاصيل فيه ولكن يقول لك وقّ إذا أنت من الناس اللي دائماً يلاحظ الأشياء السيئة فيه وقف قدام المراية وركز على الأشياء الإيجابية اللي فيك خلني أعطيك معلومة تصدم اليوم أنا كاتب تغريدة في تويتر في نص التغريدة كاتب أنا لست وسيم ولست تري حلو؟ ليش؟ لأن هذا الحقيقة يعني واقع ومعترف به لكن اللي ما تعرف يا صديقي الجميل أني لما أوقف عند المراية حرفياً أقول نفسي الحمد لله والله أنك مملوح والله الوجه يجيب السعادة والعافية والله أنك لا شفتك أبتسم كذا حرفياً مبسوط الحمد لله مبسوط بخشتي زي ما هي مبسوط فيها إلى درجة ما تتصور أرى فيها جمال إلى هذه المرحلة مع أني أعرف أن هذا رأيي الشخصي عشان كذا لما أجي أتكلم عن أرض الواقع والحقيقة أقول لأنا لست وسيم ولست ثري لكن الفكرة وين؟ الفكرة أن المراية على قول المؤلفة هو أنه وقوفك قدام المراية رح يخليك تركز على الأشياء الإيجابية فيك والجميلة فيك ولا تقول ما فيك شي جميل لا فيك أشياء جميلة يمكن أنت ما تشوف أو أنت ما أدركت نعمتها ولا امتنيت من أجلها فلما تطالع وجهك يوم من الأيام وتتصور أنه محترق بالكامل تقول لا الحمد لله وجه سليم ومعافى ومقبول يشوف الشخص ما ينفر منه هذه نعمة وحتى على فكرة يعني شي ما أنا أقول لك حتى على فكرة لو كنت مصاب بحروق ومصاب بجروح وأيا كان فارضوا فيك جانب جميل لسانك جميل مهارات التواصل عندك جميلة وبتستطرد فيها الآن روحك جميلة قد تكون إنسان محبوب وبغض النظر عن العيب الخارجي هذه هي العقلية اللي لازم تنمو من الوقوف أمام المرآة يا صديق الجميل طبعا واحدة من فوعد الوقوف أمام المرآة هي أنك تتكلم مع نفسك وبشكل إيجابي هذه من الممارسات اللي أنا كنت أسويها من يوم صغير ولو تركب كاميرا وتشوفني وانا قاعد أتكلم قدام الملايب تقول مجنون حرفيا مجنون يعني أتكلم أتكلم وأناقش وجادل وطلع اللي بخاطري وممكن أغني وممكن أقول أشياء جدا جميلة بس غالبا لا والله أنا أتكلم بأشياء جدا يعيش سلبية مش أتكلم عن نفسي بسلبية لا لكني أجاد نفس مرآة المحاسبة حق الديفيد قارجنز أنه المفروض تسوي كذا وليش سويت كذا أنت عاجبك اللي أنت قاعد تسويه زي كذا تقريب بس الأغلب يعني أخوض حوارات بيني وبين أشخاص دارت بيني وبينهم حوارات شمعنا الكلام ده صار في بيني حوار بيني وبين صديق وانت هالنقاش على جدل عقيم أو ما عرف تتكلم زين أرجع وافتح الحوار قدام الملايه وأقول كان المفروض قلت لك كذا فأبدأ أرد عليه بالشكل اللي كنت أتمنى لو رديت عليه مثل كذا وبهذا يا صديقي العسل تطور شخص قرقار كثير مثلي طبعا لما كبرت اكتشفت ولا أدري عن صحة هذه المعلومة ولكن فعلا مرت عليه في المقاطع اللي تابعتها عن هتلر إنه كان هم عنده شخصية نوعا ما مهزوزة وعنده مشكلة في مهارات التواصل ولكنه كان يتحدث أمام المرآة بشكل جدا جدا كثير لدرجة أنه تطور عنده مهارات تواصل جدا عظيمة وطلع هذا المخاطب الفتاك اللي في خطاب ثلاث دقائق يؤثر على الملايين مو طبيعي طبعا كان مو طبيعي وطاغية إلين تقوم الساعة عشان ما تحسب الناس أني عظمة ولا بجلة عموما هذا بما يخص المرآة الآن وحدة من الأشياء اللي قد تبدأ حياتك الأخرى هي أنك تضع هدف وهنا راح أختم بهذا التمرين اللي بالنسبة لي هو الأهم على الإطلاق شوف يا صديقي العسل لما تجي تتكلم عن حياة شخص لها معنى لما تقول معنى إذن لها هدف أتحداك شوف اسمعني أتحداك يكون في شخص عايش في الحياة يقول حياتي لها معنى من دون هدف ما فيه ما فيه إنسان يقول لحياتي معنى ما فيها هدف وخلني أعيد تعريف الهدى أو نتفق أن هناك على تعريف معين يعني فيه ناس تعتقد أنه الهدف لازم يكون إنجاز إنجاز شيء كبير مثلا أو شيء في المستقبل مشارط فيه ناس هدفها في الحياة أن يصحى كل يوم عشان يخلي أمه أو أبوه راضين عنه وسعيدين عنه ويرجعين بس هذا هدفي أنا في الحياة أنا عايش عشان أرضي والديني فيه ناس عايشين عشان والله ربي أطفالي فيه ناس كذا أنا هدفي في الحياة أنه الأطفالي أنشؤهم بأفضل طريقة ممكنة هذا هدفي في الحياة هذا الشخص هذا الشخص وقص طبعا أنواع وأشكال كثيرة للأهداف المختلفة والمتنوعة قصيرة المدى وطويلة المدى الواضحة بشدة هذا وللأشخاص اللي يكون لحياتهم معنى لأنهم يقدمون للحياة قيمة ومدامك تقدم للحياة قيمة إذن لحياتك معنى حتى لو كنت معلم أنت تنشئ أجيال ولو إن شاء الله تكون معلم في السوشيال ميديا موش أتحب تكون يعني معلم على أرض الواقع ممكن تكون معلم تقاعد وحبيت بعد التقاعد وتقدم دروسك في السوشيال ميديا أنت لك قيمة ومعنى في الحياة شيء يخليك لما تصحى من بكرة عندك رؤية واضحة تسعى من أجل تحقيقها هذا المعنى للحياة فأرجوك يا صديقي العسل ضع هدف الآن ما أبغى أقول لك ضع هدف يعني والله أبغى أصير طيار في المستقبل صح هذا هدف لكن هدف ليس واضح مية في المية ميزة الهدف هي أنك تجعل لحياتك وضوح يعني تعرف أنت وين رايح ها أنت وشو موظف موظف أنت مهندس مهندس طبيب والله أنا طبيب يوتيوبر يوتيوبر مدرب مدرب رياضي وهكذا عندك هدف واضح أو قطة واضحة مسرى واضح فلما يكون الهدف مش واضح يصعب تحقيقها هذا الكلام جدا حقيقي أنت قالت المؤلفة في الكتاب وهو جدا جدا حقيقي يعني واحدة من الأشياء اللي أنا كنت أتمنى أنه والله أتمنى أن يكون ثري أهلا يا ناصر ثري كذا بس ثري طب كم تبلغ الثروة ثروة التي تتكلم عنها كم مليون عشرة مليون مئة مليون مليار أكثر من ذلك كل أقل ولما تقول أبغى أصير ثري ماذا تبغى أصير ثري تبغى أصير ثري في العشرينات ولا في الثلاثينات ولا تبغاها في الأربعينات ولا حتى في الخمسينات يعني أنت ما عندك لا مبلغ واضح ولا عندك توقيت واضح لتحقيق هذا الهدف صح؟ صح؟ واللي يزيد الطين بله أنك ما أنت عارف كيف توصل للهدف ما عندك حتى خطة واضحة يعني أوكي بتصير ثري عن طريق أيش؟ بتصير ثري عن طريق أنك تجمع فلوس ولا عن طريق أنك تصري أو عن طريق أن يكون عندك مشروع ولا عن طريق أنك تشتغل أكثر من شغله ولا عن طريق الاستثمار علمني أنت كيف تبغى تصير ثري ما هي الآلية أو الوسيلة اللي ممكن توصل من خلالها أنك تصير ثري هذا افتقار للوضوح هذا هدف مواضح فلما حطنا مبلغ للثراء معين ووقت حقق فيه هذا الهدف وآلية أو وسيلة من خلالها أو صلى ممكن أقول لليوتيوب طيب اليوتيوب كيف يوصلني للثراء؟ هل هو عن طريق المقاطع بس ولا عن طريق الإعلانات؟ هل هو عن طريق دخل يوتيوب من المقاطع بس ولا عن طريق الإعلانات؟ وإلا أنك تريد تصنع لإسمك اسم ومن هذا الاسم يمكن تصنع شركة ومن بعد الشركة تنشرها فروع ومن بعد الفروع طبعا أنت عارف وش راح تفتح عارف وش الشركة اللي راح تفتحها يعني فاتح مثلا قناة عن الفاشن والديزاين والملابس ما تروح تفتح محلفول صحيح أن البزنس شي والهواية شي ثاني أنا عاهد لكن غالبا إذا أنت بتحول قناتك هذا جزء من نفس هذا البراند فافتح شي مختص بهذا البراند أنت في النهاية جمعت شريحة مهتمة بالفاشن والملابس تحقق ملابس مدامك تحبه وتبدأ فيه حوله إلى كيان تجاري على أرض الواقع ومن بعد الكيان التجاري أنت طبعا راح تحدد كل سنة وش الخطوة اللي راح تحققها عشان توصل لهذا الهدف يعني مثلا تقول أول ثلاث سنوات أشتغل على المحتوى في اليوتيوب أصنع شريحة مهتمة أو أو موالية لهذا الرمز اللوغو حق شركتك أبغى الناس يحبون الشعار ويحبون المحتوى والقيمة اللي أنا قاعد أقدمها بعد السنة الثالثة سأحولها إلى شغل مؤسفي تصير بدل ما هي قدانة الحالة يشتغل عليها لا قد لها شركة كاملة تنتج لهذا المحتوى ويلا من هذه الشركة تبدأ تفكر بالتوسع بنطاق أكبر وبزنس مودل أكبر وأوسع فحط في بالك زين يا صديقي العسل أن الأهداف لكي تحقق لازم تكون واضحة واضحة في أكثر وأدق تفاصيلها كل يوم أنت عارف المفروض الشي تسوي هذا معنى خطة واضحة فعلا للوصول وتحقيق هذا الهدف طبعا مرتبط بعادات ومعادات وشيء كثير لكن عموما هل نتكلم عن الهدف بشكل عام فعشان يكون واضح لازم تكتبه معي يا صديقي العسل لازم تكتب هدفك سواء أن تعتقد أنه واضح ولا لا أرجوك اكتبه حطة زي الماب زي الخريطة خريطة شبكية كذا الهدف في أعلى الصفحة وانت في أولها وبعدين إيش راح تسوي عشان توصل لهذا الهدف خطوة بخطوة سنة بسنة شهر بشهر يوم بيوم وضحت يا صديقي الجميل والأهداف صدقني تجعل لحياتك معنى أكاد أعجز عن وصف هذا التعبير فعلا الإنسان اللي يقوم كل يوم عارف كل يوم وش المفروض يسوي عشان الخطة اللي يبغي يطبقها للوصول للهدف اللي يبغي يحققه يختلف عن الشخص اللي يقوم ما يدري وش يسوي سوق بالحياة يا صديقي العسل يمين ويسار وأنا ما أقول هذا عيب أبدا في ناس مبسوطة على هذا النظام من الحياة لكن أنا أتكلم عن إن كنت تبغى تخلي لحياتك معنى شي خليك تقول بنامى نحية عشان لازم أقوم عشان عندي كذا الأهداف حتى لو كنت موظف لازم يكون عندك هدف قد مرة تكلمنا عن كتاب اسمه ابدأ بلماذا أنصحك تروح تشوف تابع الحلقة لأن أبي علمك كيف توصل للمعنى لماذا أنت كنت تسوي شي هذا طبعا في تمرينات تكلمت عنها الكاتبة في روايتها أكثر من هذه إذا أنت مهتم تقدر تروح تشتري الكتاب وتستفيد منه لكن حبيت أوصل لك جرعة إن شاء الله انطبقت ما فيها ستجد أثر ويا لي تتعلمني إذا وجدت هذا الأثر فيه من الأيام وإذا تعرف شخص ممكن يستفيد من هذه الجرعة شارك معاه هذا المقطع ولا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك تنبيه بصدور الحلقة القادمة شكرا لحسن الاستماع وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمنه سلام عليكم شكرا لحسن الاستماع